أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء دراسات خاصة بسياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لسياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية أشار إلى أن هناك تكلفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وقد أوضح مدبولي ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت خلال منظومة توريد القمح للعام الحالية بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة